هو صحيح سيحمد الشعوب راي تعرف باللي راي الشعب واحد صحيح سواء انت كتروح للمصر ولا تروح للملح احنا شوف نغنوا بعبعاب وغنوا احنا جانا نوع اخر من الادب في واتسوف احنا بكري في الماضي جانا من تونس من دوس الخراب المرزي القصص بكري يقعدوا في رمضان يتخربوا يخربوا لان قبل عهد التلفزيون وقبل عهد المذيع منين ما كانش في واتسوف بكري صحيح كانت الناس العزوز اللي حافظ الخراب اللي كنا نتكلمها ليه انتع قصص بني وهلال وقصص لامامو علي بطلاته في القروف ورأس الغولو لامامو علي والجازية الهلالية كما قلت يعني هذه القصص كانت وجدها ولاجتنا عن طريق منطقة دوس ومنطقة شريد ايضا وكان ايضا في سوف بكري كانوا يديروا الاحاجي نقولوا احنا يعني يعطيك لغز يعطيك لغز ويقول لك حاجيك محاجات يعني يقول لك حل انت اللغز اي كانت هذه مشهورة بصحرات اي كان ايضا ونفس تقريبا نفس القصص اللي رايب متداولة يعني في ديبيا ولا في تونس ولا في الززائر يعني كانت متداولة هنا في واتسوف من الربطية في العراس مثلا اي اي الربطية زني اداء اللغز يا لغز يقول لها حل كان في واتسوف زني باش نذكروا لهم الناس باش يعرفوا بكري كباش كانوا يقصروا في رمضان وكذا كان كان تكسير الرماني اي اي القرمش باكري القرمش قرمش تزهبطل تنعس اي باكري الناس كان القرمش كان بو سحار زني اذا كان لبطينا اي بو سعدية لينوض الناس للصحور وكذا حان يطوف يعني في الاحياء لان كانت المدينة صغيرة سيحمد اما البوادي خليناها البوادي كات الناس دايما تحرص المواقيت وتنتظر يعني وكانوا يأذنوا بعض البلايس وان فيها تجمعات كبيرة كانوا يأذنوا كما عميش كما نقولوا احنا النقلة كما حاسي خليفة هذه يعني تجمعات كما قمار مدينة قمار كان فيها أذان وكان فيها حد عن مهم المعالم رمضان في الماضي كان تحكي عليه انت ذكرت معناها المسحرات المسحرات في مصر يقول المسحرات كمسعدية هو وتورثوها الان ابناء ابنائه مجال للحديد ايه مجال ايه مجال للحديد